في فلك مشعون بالاستفافات يتحرك الحوثيون لطلب الدعم السياسي والاعتراف الدبلوماسي تحرك تصحبه الكثير من التصريحات الإيرانية الزعقة حول اليمن بالتزامن مع محرقة حلب السورية التي تعدها طهران وموسكو انتصارا لمشروعهم وإيدانا بتحويل فائد قوتهم لدعم الميليشيات الطائفية في بلدان أخرى في المنطقة آخر التصريحات كانت على لسان نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي والذي قال إن مشروع الجمهورية الإيرانية سيمتد إلى البحرين واليمن أضاف المسؤول العسكري الإيراني أن شعب اليمن سيسعد وهذه وعود إلهية حسب تعبيره لافتا إلى أن بلاده لا تزال تقدم دعما غير محدود لجماعة الحوثي ليست هذه التصريحات الأولى ولن تكون الأخيرة بالنظر للدور الإيراني الواضح في اليمن منذ ما قبل اشتياح الحوثيين للمدن اليمنية والانقلاب على الدولة لكنها الفاصلة في رسم ملامح المرحلة المقبلة إلا إذا عصفت الرياح بما لا تشتهي طهران ذاتها في الفناء الخلفي لهذه الدولة يدور الحوثيون بحقائبهم المليئة بالدم والمؤامرات وما بين هذا الفناء وموسكو يتجولون لحشد المزيد من الدعم والإسناد آخر جولاتهم كانت إلى بلاد الكريملين في إطار تحركات غامضة بدأت قبل أسبوعين بزيارة العاصمة الصينية بكين وفي موسكو التقى وفد الميليشيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخايل بغدانوف لم يعلن عن الزيارة إلا بعد انتهائها ولم يكن اللقاء اليتيم بين ممثلي الميليشيا وبغدانوف دون جرعة الثقة المؤقتة والحماية غير المباشرة التي منحتها روسيا لضيوف الكريملين ضيوف يعتبرهم اليمنيون وتصنفهم القرارات الدولية كمجرمي حرب لا تجد موسكو تعرضا على ما يبدو بين دعم الإنقلابيين في اليمن والتأكيد على الحل السياسي وشرعية الرئيس عبد الرب منصر هادي فتلك منهجيتها في المناورة السياسية والدبلوماسية في المنطقة وبينما يرى محللون أن زيارة هذه لا تشكل إضافة مهمة للمكاسب السياسية للحوثيين ولن تحقق أي اختراقات مهمة تؤثر على مسار الأزمة في اليمن يرى آخرون أنها مساعي لإغراء الروس بدور أكثر فاعلية في اليمن على غرار إيران وبين هذه التحركات ومغزاها تحتاج الحكومة لاستثمار الوقت وبسط سيطرتها على الأرض ويحتاج التحالف العربي المساند لحسب الملف اليمني قبل أن تبدأ الخطط الفعلية لإعادة انتشار القوة الفائضة لإيران في اليمن والمنطقة